بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العودة المحتملة للرئيس الامريكي دونالد ترامب الى البيت الابيض اصبحت حديث الساعة في اوروبا فمن شأن هذه العودة ان تؤثر بشكل عميق في الاتحاد الاوروبي بحسب تحليل لمجلة فورين بوليسي ترامب هو الان المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الامريكية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل وبعد المناظرة بينه وبين جو بايدن الرئيس الحالي والمرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي تشير استطلاعات الرأي الى ان الرئيس السابق يتصدر هذا السباق بفارق واضح عن الرئيس الحالي نتابع معكم في هذا الفيديو شبح عودة ترامب تثير الذعر ما مصير اوروبا في حالة فوز الرئيس السابق بالانتخابات الامريكية للتفاصيل كونوا معنا حتى النهاية بحسب فورين بوليسي فان عودة ترامب من شأنها ان تغير اوروبا اذ بدون احتضان واشنطن يمكن للقارة العجوز ان تعود الى ماضيها الفوضوي وغير الليبرالي ما هي حقيقة اوروبا ينطلق تحليل المجلة الامريكية من المقارنة بين وضع القارة الاوروبية قبل بروز الولايات المتحدة كقوة عظمى مهيمنة على الغرب تفرض مظلة حمايتها عليها حيث كانت قارة مفتتة تعاني من الصراعات والاستبداد وبين وضع اوروبا خلال العقود القليلة الماضية كقارة مسالمة فيما بينها ودموقراطية ومتحدة من خلال الاتحاد الاوروبي الذي يضم الان 27 دولة كان ترامب خلال فترته الرئاسية الاولى ما بين 2016 و2020 يفكر بالفعل في سحب الولايات المتحدة من حلف الناتو والان يرى بعض مساعده السابقين انه قد يفعل ذلك بالفعل اذا فاز في انتخابات نوفمبر 22 المقبل الامر بطبيعة الحال لا يقتصر على ترامب فقط بل يبدو ان هذا الرأي الخاص بضرورة وضع امريكا اولا يكتسب انصارا جدد كل يوم وفيما يخص اوروبا المشمولة بالحماية الامريكية قال السيناتور الامريكي جي دي فانس احد ابرز انصار مبادرة امريكا اولا لقد حان الوقت لكي تقف اوروبا على قدميها لكن حتى بين اولئك الذين لا يؤيدون صراحة روح امريكا اولا ويرونها انعزالية وضارة بالهيمنة والمصالح الامريكية فان سيناريو الاولويات الذي يضع المنافسة مع الصين في القمة وبالتالي يجب التركيز على اسيا يزداد قوة ويكتسب زخما مع مرور الوقت مصطلح اوروبا ما بعد امريكا بات الان اكثر واقعية من اي وقت مضى ويأمل المتفائلون ان تتمكن اوروبا من الاستمرار في الازدهار حتى لو فقدت المظلة الامنية الامريكية التي سيحتفل بها زعماء الناتو في قمة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف في واشنطن في يوليو تموز الجاري ومن هذا المنظور قد تنسحب الولايات المتحدة من المشهد لكن ستظل اوروبا التي اصبحت ثرية ومستقرة ودموقراطية على مدى السنوات الثمانين الماضية مستعدة للعمل كقوة بناءة ومستقلة في عالم متعدد الاخطاب فرص فوز ترامب كانت تلك المناظرة التي استضافتها شبكة CNN الخميس 27 يونيو حزيران الماضي بين جو بايدن وخصمه اللدود ترامب قد بدت محسومة منذ بداياتها لصالح الاخير اذ بدى بايدن عجوزا وهذه ليست القضية فهو بالفعل اكبر رئيس اميركي سنا على مدار التاريخ ويقترب من عامه الثاني والثمانين لكن الاخطر ان علامات الخرف كانت بادية عليه تماما منذ اللحظة الاولى للمناظرة اما ترامب الذي يصغر خصمه اللدود باربع سنوات فقط فقد بدى اقل صخبا واقل اندفاعا الى حد ما وفي نهاية المطاف اصيبت دموقراطيون بالذعر بينما احتفل الجمهوريون وبعد ذلك بثلاثة ايام فقط اهدت المحكمة العليا ترامب خبرا سعيدا اخر وهو الحكم في مسألة تمتعه بالحصانة قضت المحكمة العليا يوم واحد يوليو تموز بان الرؤساء ومنهم ترامب بطبيعة الحال يتمتعون بحصانة مطلقة فيما يخص افعالهم المتعلقة بتأديت وظيفة الرئيس وهو الحكم الذي سيغير كل شيء للأفضل بالنسبة لترامب ويساعده كثيرا في مسعاه للعودة الى البيت الابيض بحسب تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية جاءت الترجمة الفعلية لقرار المحكمة العليا في ظرف ساعات فقط من حدوثه حيث اجل القاضي خوان ميرشان الذي يترأس محاكمة الرئيس السابق في 34 تهمة تتعلق بقيامه بدفع مبالغ مالية لممثلة افلام اباحية حتى تصمت بشأن علاقة جنسية جمعتهما وتزوير مستندات لاظهار تلك الاموال على انه تم دفعها كاتعاب قانونية لمحام ترامب اصدار العقوبة على ترامب الذي ادانه المحلفون في التهم ال34 في تلك القضية في نيورك كان من المفترض ان يصدر ميرشان العقوبة على ترامب يوم 11 يوليو الجاري لكنه اجل ذلك الى سبتمبر ايلول المقبل وذلك بعد ان قدم دفع ترامب طلبا عاجلا الى المحكمة لابطال القضية انطلاقا من حكم الحصانة الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا بات ترامب الان متفرغا لمواصلة حملته الانتخابية بشكل مكثف اكثر وخصوصا قبيل انعقاد المؤتمر العام للحزب الجمهوري في الفترة من 15 حتى 18 يوليو تموز الجاري لاعلان المرشح الرسمي للحزب في الانتخابات الرئاسية ولا يوجد منافس لترامب ما الذي تخشاه اوروبا؟ يتوقع اغلب المحللين ان اوروبا ما بعد امريكا سوف تعاني كثيرا على عدة جبهات الاولى تتمثل في التهديد الخارجي الذي تمثله روسيا اما الثاني فيتمثل في التهديدات الداخلية في اغلب تلك الدول وهو ما قد يؤدي الى ان ترتد القارة في نهاية المطاف الى انماط ماضيها الاكثر قتامة والاكثر فوضوية اذ تغيرت اوروبا بشكل كبير منذ الحرب العالمية الثانية حتى ان العديد من الناس الامريكيين بشكل خاص نسوا كيف كانت القارة العجوز يائسة ومفككة وانجبت بعضا من اكبر المعتدين واكبر الطغاة طموحا في التاريخ واثارت طموحات اوروبا الامبراطورية وخصوماتها الداخلية صراعات مريرة وكانت القارة ارض الحروب الابادية والمتاعب التي لا نهاية لها بحسب توصيف الشارليندبيرغ في عام 1941 مضيفا وقتها من الافضل للولايات المتحدة ان تبقى بعيدة عن تلك القارة الملعونة الجغرافيا لعنة القارة العجوز كانت القضية الاساسية بحسب تحليل فورين بوليسي هي الجغرافيا التي حشرت عددا كبيرا جدا من المتنافسين الاقوياء في مكان واحد وكانت طريقة البقاء في هذه البيئة هي التوسع على حساب الاخرين حاكمت هذه الدماغية على اوروبا بدورات من الصراع الكارثي وبعد عام 1870 ادى ظهور المانيا الموحدة باعتبارها القوى الصناعية والعسكرية المهيمنة في وسط المنطقة الى زيادة الطنبلة كما كانت السياسة في القارة متقلبة مثلها مثل الجغرافيا السياسية فمنذ الثورة الفرنسية فصاعدا شهدت اوروبا تقلبات حادة بين الليبرالية وبين اشكال الاستبداد الاكثر بشاعة في التاريخ ولم يكن هناك سبب للاعتقاد في اواخر الاربعينيات بان الحرب العالمية الثانية قد كسرت هذه الحلقة المفرغة اما عن الدور الذي لعبته امريكا فبدأ ان الحل الوحيد لكسر حلقة العنف القاتلة في اوروبا يتمثل في تسليم القيادة الامنية لقوى مهيمنة تتولى الحماية وهنا جاء دول الولايات المتحدة التي قدمت التزاما امنيا عبر حلف شمال الاطلسي الناتو وقواعد عسكرية وعمليات نشر القوات التي اثبتت ذلك الالتزام الامني على ارض الواقع ومع مظلة الحماية الامريكية للقارة الاوروبية الغربية لم يعد الاعداء القدامى مضطرين الى الخوف من بعضهم البعض احد المسؤولين البريطانيين قال في عام 1948 ان حلف الناتو من شأنه ان يجعل المشكلة المستمرة منذ زمن طويل بين المانيا وفرنسا تختفي وهكذا اصبح بوسع بلدان اوروبا الغربية اخيرا ان تحقق الامن دون حرمان الاخرين منه وهذا بدوره ادى الى تراجع المنافسات السياسية وسبقات التسليح التي ابتليت بها المنطقة مما سمح لاعضائها بالتسلح ومواجهة تهديد مشترك وهكذا مكنت سياسة الولايات المتحدة من احداث تغيير ثاني وهو التعاون الاقتصادي والسياسي غير المسبوك اما عن خطة مرشال والاتحاد الاوروبي من خلال خطة مرشال الامريكية لاعادة الاعمار دفعت الولايات المتحدة بقوة نحو التعاون بين البلدان الاوروبية كشرط لمساعدة انعاش الاقتصاد مما ادى الى ترسيخ الهياكل العابرة للحدود الوطنية التي اصبحت فيما بعد الجماعة الاقتصادية الاوروبية ثم الاتحاد الاوروبي وكان للوجود العسكري الامريكي دورا بارزا في هذا التعاون من خلال السماح للاعداء الاوروبيين السابقين بتركيز مواردهم بعيدا عن الجيوش والتسلح دون المساس بامنهم اما التغيير الثالث في اوروبا فقد كان تغييرا سياسيا فاذا كانت جذور العدوان تمتد الى الاستبداد فان تحويل الجغرافيا السياسية في اوروبا يتطلب تحويل سياساتها بدأ هذا التحول مع التحول الديمقراطي القصري في المانيا الغربية تحت احتلال الحلفاء تضمنت الخطة استخدام مساعدات خطة مرشال لتنشيط الديمقراطيات الهشة واستقرارها اصبح هذا التغيير ممكن فقط في ظل الوجود العسكري بحسب تحليل فورين بوليسي في حين سمح ايضا للدول بالاستثمار في برنامج الرعاية الاجتماعية السخية التي ادت الى تهميش اليسار واليمين المتطرفين لكن الان تبدو الامور مختلفة تماما ففي الوقت الذي يقترب فيه شبح عود الترامب من التحول الى واقع فعلي تواجه اوروبا عددا من الامور تجعلها اقرب الى حد ما الى ما كانت عليه قبل الاتحاد الاوروبي ومن ابرز هذه الامور تشهد القارة حربا هي الاكبر على اراضيها منذ الحرب العالمية الثانية وهي الحرب الروسية الاوكرانية التي تصفها موسكو بانها حماية لامنها القومي بينما يصفها الغرب بانها غزو عدواني غير مبرر تشهد غالبية دول اوروبا صعودا كبيرا لمعسكر اليمين المتطرف الرافض للاتحاد الاوروبي والناتو والمعادل المهاجرين فقد باتت احزاب تلك المعسكر تتحكم ببعض الدول في القارة بالفعل كما هو الحال في ايطاليا بينما قد تشهد فرنسا حكومة يمينية متطرفة خلال ايام بعد الجولة الثانية من الانتخابات التي يتصدر اليمين المتطرف فيها خروج بريطانيا كذلك من الاتحاد الاوروبي قبل عدة سنوات فتح الباب امام دعوات مماثلة في الاتحاد في دول كبرى اخرى مثل المانيا وفرنسا للسير على نفس الدرب حيث يعني معسكر اليمين المتطرف من النزاعات القومية على حساب النزاعات الاتحادية في ظل هذه المعطيات وغيرها تمثل عودة ترامب المحتملة الى البيت الابيض شبحا يثير الذعر احيانا اذ لطالما اعرب الرئيس السابق عن رفضه استمرار واشنطن في تحمل اعباء حلف الناتو وهدد مؤخرا بالسماح للروس ان يفعلوا ما يريدون بالحلفاء الاوروبيين الذين لا يسددون ثمن الحماية الامريكية كاملا كما يكره ترامب الاتحاد الاوروبي الذي لا ينظر اليه باعتباره تتويجا للوحدة القرية بل كمنافس اقتصادي شرس وباعتبار الرئيس السابق شعبويا غير لبرالي فهو غير مبال ان لم يكن معاديا بشكل صريح لمصائر الديمقراطية اللبرالية في اوروبا بحسب فورين بوليسي ويتساءل ترامب لماذا يتعين على الامريكيين ان يهتموا باوروبا في حين ان هناك محيطا بيننا في الختام متابعين الاعزاء ارجو ان تتركوا اراءكم وتعليقاتكم اسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة